السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم تابعينينا أعزائي في فيديو جديد هذا الفيديو سوف نتكلم وسوف نشرح بإجهاز بإجهاز كمقدمة عامة حول برنامج سيكون إن شاء الله فيديوهات في المستقبل في الأيام المقبلة في الأشهر المقبلة سيكون هناك بلايلست عليها مجموعة من الفيديوهات سوف تجدون رابطة سواء في الوصف أو سوف ينبتق لكم الآن كل فيديو سوف نشرح من خلاله إن شاء الله خاصية أو مميزة أو ميزة أو خدمة من الخدمات التي وفرها العملاق برنامج برنامج يحتاج منك الكثير من الشغل يحتاج لك كثير من العمل لكن بمجرد ما أن تضبط الإعدادات وتسطب البرنامج وتضبط كل الأمور سيكون عندك سوف تحقق نتائج جميلة ومميزة جدا رابطة تحميل كيف العادة وكيف ما هو معروف سوف تجدون موقع دكتور فرفر بالمناسبة أحب أن أشكر دكتور فرفر على استمراره في دعم برامج تسويق إلكتروني كما نشكر كما أود أن أشكر كل من يتفاعل معي من خلال التعليقات على القناة وكل من قام بالنقل على سبسكرايب أن يتواصل بين الحين والآخر نذهب إلى البرنامج هذه الواجهة الأمر المحزن وأنه بمجرد ما تقوم تسطيب البرنامج الواجهة يعني تبدو على هذا الشكل أنه حزينة يعني ليس هناك أي شيء وهذا النفس الشيء مطابق لما هو موجود بالفوتوشوب واللايتروم والأفتر افكت يعني برامج في الواجهة في البداية تكون محزنة لكن بمجرد ما تشتغل عليها يوم يومين شهر شهرين إلا وأن تختلف الرؤية وتختلف النظرة لماذا؟ لأنه أنت من يعطي قيمة مضافة لهذه البرامج لهذه الأدوات لأنه البرامج تعطيك يعني الأدوات اللازمة لكن الشغل الخاص بك أنت وطريقتك التعامل هي التي تعطي القيمة المضافة لهذه البرامج الواجهة على الشكل غالبا غالبا سوف تستخدم هذا النتج في الخانة الخانة يعني فيس بوك، فيندرست، ريديت، تنبلر، أو كورا أو ما غير عليك نحن كل فيديو ان شاء الله في الحققات المقبلة سوف نشرح خدمة وسوف نشرى خاصة كل كم خاصة فيس بوك سوف نشرح خاصة في الم bhn. او extension وأنا استخدمت البانترست واستخدمت الاستدجرام يوتيوب سوف أجربه في الأيام المقبلة فيس بوك سوف أيضا لكن غالبا ما نشري بالواجهة للبانترست والإنستغرام لأنه سهسل وبسيل جدا. يعني عندك هذه الواجهة. يعني الواجهة هنا تراجمي الحسابات. تراجمي المعلومات الخاصة بالحساب البرنامج الذي تستخدمه. هنا تتخصص وتتعمق. يعني يعطيك فقط حسابات الفيسبوك. فقط حسابات البنترست. آآ التنبلر الى ما غير ذلك. اوكي. هنا يعطيك بعض المعلومات. سيعطيك بعض المعلومات يعني الحملات التي قمت بتنفيذها. هنا داشت فقط معلومات عامة. هنا يعني اذا قمت مثلا بتفعيل حملة لايك. سيعطيك جميع البيانات. آآ لا اعرف ما تعني الخدمة. البروكسي مناجر هي خاصية مهمة جدا. هنا يمكنك استيراد البروكسيز فقط. تضع البروكسيز في ملف تكست. وتعمله امبورت. وسوف يقوم باستيرادها هنا. وسوف تظهر آآ جميع البروكسيات. سوف تنقل على هذه الخاصية. سوف يقوم بتستعمل انه يقوم بتعيين كل البروكسيات. وتذهب الى هنا وتنقل الساين راندم ووركين بروكسيز. تفعل هذا الخاصية. وايضا هناك خاصية اخرى واناك تعمل تست. يعني آآ آآ تتأكد انا اذا كانت البروكسيز تشتغل او لا. آآ تنقر هنا. ودعونا هناك خاصية هنا في مكان معين لا اتذكر بالضبط. يعني تنقر عليها ويقوم بتجربة البروكسيز يعطيك سرعة يعطيك هل تعمل او لا. دعونا نجري مثلا كيف نضيف حساب. يعني طرق الاولى ويتذهب مثلا فيسبوك. هنا. وتنقر على اد اكاونت. بالشكل اوتوماتيكي سوف يفهم على انك تريد اضافة اه فيسبوك. او تذهب السوشل. ونقل اد اكاونت هنا. ركز معي. اذا عندك حساب فيسبوك تقوم باضافتي هنا. اذا عندك حساب بنترست تقوم باضافتي هنا. آآ ريديت الى ما غير ذلك. ينتبه جيدا انك لا تنسى انك تنسو ما تغير اه فيسبوك وتقوم باضافة حساب يعني انستغرام. هنا نشتغل معك. لانه يجب عليك ان تغيره الى انستغرام هنا. ومثلا تسميه مثلا اه بوت واحد. وتنقر هنا اليوزرنيم او الاميل هنا الباسورد. آآ وتنقر بعد ان تضيف الحساب سوف آآ يمكنك سواء القيام بعمل يعني آآ براوزر آآ يعني تسجل الدخول عن طريق الحساب. عن طريق البراوزر وليس عن طريق البرنامج. يعني هناك العديد من الامور ان شاء الله سوف نشرحها في الحلقات المقبلة. لكن اول شي انا انصح هناك تقوم تحميل البرنامج. حاول ان تكتشف. حاول ان تعتد عليه. وشغله على حاسوب الخاص بك. ما ان ما ان تفهم وتستوعب كل الامور. الا ويمكنك يعني آآ تعمل اكسبورت للإعدادات. وتعمل اكسبورت مثلا على ماпон حسابي الحسابات الاخانس. يعني اكتر شيء سوف يخذ منك جهد الحسابات الاخاونس. تعملji اكسبورت. وبالتالي لاحيقا يعني يمكنك تعمل لي اموبورت على تعمل اكسبورت لكل الحسابات. وتذهب learned by вс, وتعمل لي اموبورت وتشغله الحال, يعني مسألة بسيطة جدا. البرنامج جدا مميز. وانا كنت اشتغل عليه برفقة يعني باستخدام الربع والس Crim starch lever. والآن إن شاء الله سوف نعود نشغل عليه مرة أخرى هذا كان كل شيء اذهبوا إلى الوصف أو سيظهر لكم الفيديو الآن انقوا على هذا الرابط وسوف تشاهدون جميع الفيديوهات جميع الشروحات حول برنامج سوشيناتر تمتم في رعاية الله وحفظي مع السلامة